الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق الأجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نهاردة ان شاء الله هنكمل الرحلة اللي بدأناها مع الاحلال البسيط خلصنا الاحلال البسيط صح وبعد كده دخلنا على الاحلال هندخل النهاردة على الاحلال المزدون الاحلال البسيط قلنا كم نوع كم نوع لأ لو انتم انتم شفائين نروح النهاردة ما فيش مشكلة وندي الحصة الجاية الاحلال البسيط كم نوع كم نوع احلال في لز محل هيدروجين احلال في لز محل هيدروجين احلال في لز محل في محلول احد املاح في محلول احد املاح ماردة ان شاء الله ناخد الاحلال المزدوج الاحلال ايه اعدادكم كده مش مزبوطة فانتو لو تيجوا هنا افضل قل انتم عايزينه بس كده مش هتشوفوا حاجة الاحلال المزدوج ايه مستر الاحلال المزدوج ده عرفنا يعني من تعريفه كده هتفهم ولو ما فهمتش من التعريف هتفهم بمثال ولو ما فهمتش بمثال هتفهم بالبلد خالص يعني كده كده لازم حلو تفاعلات كيميائية ونسيت التأها اكتبالك هنا تفاعلات يا شباب ما هيكلها تفاعلات كيميائية صح ماشي يتم فيها عمليا تبادل مزدوج عملية كيميائية يتم فيها عملية تبادل مزدوج تبادل مزدوج ماشي بين شقين او ايوني مركبين لتكوين مركبين جديدين صح صح نكده معاك وقول للتعريف الاحلال المزدوج هو تفاعلات كيميائية يتم فيها عملية تفاعلات احلال المزدوج بين او ايوني شقين او ايوني مركبين لتكوين مركبين جديدين مركبين ايه صلى على النبي الاحلال البسيط يا عم الشيخ كان بسهولة خالص بينجيب في لز لوحده يروح يحل محل يا ام الهيدروجين يا ام في لز اخر بس عشان لازرق يحل محل الاحمر لازم يبقى ايه او يسبقه في متسلسلة النشاط الكيمياء ده هو كنت بسميه احلال بسيط لئه مستر احلال بسيط عشان هو عنصر واحد بس اللي بيحل محل عنصر واحد بس فعشان كده سميته احلال بسيط فعشان كده سميته احلال ايه بسيط صليت عن دبي بالبلدي برضو كده احمد جمعة او ومعنا اللي اتنين دول اسمك علي واحمد جاب يجريها احمد جمعة كده ايه اللي علي امي علي وراح قعد مكانه بس وعلي ده راح في مكان تاني يبقى ده احلال بسيط ولا احلال مزدوج احلال بسيط ولا مزدوج حلو لو انا قلتلك بقى دخل معنا محمد راح محمد رايح مكان علي وراح احمد رايح مكان احمد والتي اتنين دول جمعون ناحيات يبقى ده احلال بسيط ولا احلال مزدوج احلال بسيط ولا احلال مزدوج يبقى لو عنصر احل محل عنصر واحد يبقى احلال تسيط انما لو فيه تبادل بين مركبين او عنصرين او شقين ده بسميه احلال مزدوغ. ده بسميه احلال مزدوغ. ازاي بقى بالمسال كده عمحمد قال لي بص بقى. شايف المركب اسمه ايه? تي. هيتفاعل مع مركب تاني اسمه سي دي. هيديني مين? قلت له استناني. قلت له استناني. المركب ده بيتكون من كم شق? ايه. كم شق? ايه. شق رمزه? ايه. شق رمزه? وده شق رمزه? وده شق رمزه? طيب ركز معا بقى. قل لي. الشق ده موجب ولا سالب? موجب ولا سالب? مش هو في الاول. فاكر ايه سي ال? اه. اه. ايه سي ال. مش ده شقن? اه. الان ايه شق? موجب. لان ايه شق? موجب. مش هو في لز? اه. وبيتحول لايون? موجب. طب والسي ال? لا في لز بيتحول لايون? سالب. يبقى دول شقين. قلت له كلام جميل? ده نفس الكلام شقين. شق موجب وشق سالب. وده برضو شق موجب وشق سالب. يلا يا باشا اعمل لاحلال مزدوج. الموجب بيروح معه. سالب. والموجب بيروح معه. سالب. بقى ده مزدوج ولا مش مزدوج? غير ان انا اقول البي بس هو اللي يشتغل ده بسيط. الايه هيروح يحل محل السي وخلاص? لو انشط منه. انما لا. ده الايه هيروح ياخد الدي? وفي نفس الوقت السي ياخد البي. يبقى مزدوج ولا مش مزدوج عم زيادة? مزدوج ولا مش مزدوج. مزدوج. قل لي بقى الناتك هيبقى ايه? يلا مليني. ها? ايه? 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 حلو. دي. الموجب مع السالب. طيب زائد. سي بي. سي بي ولا بي سي? ليه سي بي مش بي سي. الموجب الاول الموجب مين? والسالب? بي. بقى سي بي. بقى سي بقى سي. بقى سي. يبقى هو تفاعلات كيميائية. يتم فيها عملية تبادل المزدوج بين شقاي مركبيني. ده شق وده شق. وده شق وده شق. ليه? لتكوين مركبيني جديديني. ده ايه? دي وبقى سي بي. المركبين ده دول جداد ولا مش جداد? هل هم كانوا هنا? لا ده جداد خالص. ده بسمي تفاعل احلال مزدوج. ده سمي تفاعل احلال. احلال ايه? مزدوج. كلام جميل. اتفاهمت? ولا ما تفاهمتش? تلات امثلة للاحلال المزدوج تفهمهم اكتر واكتر. انواع تفاعلات الاحلال المزدوج او الامثلة على تفاعلات الاحلال المزدوج هم تلاتة. واحد. بسميه تفاعل حمض مع قلوي. التفاعل ده هو لي اسمي تاني كده اسمه تفاعل التعادل. تفاعل يا شباب. ايه في الكتاب وسبك من الكتاب دلوقتي? تفاعل يا شباب. ايه هو تفاعل التعادل يا مستر? اللي تفاعل التعادل هو تفاعل يتم بين حمض وقلوي. بين حمض وايه? ليه يعني? لينتج ملح وماء. يبقى تفاعل التفاعل التعادل هو? تفاعل يتم بين حمض وقلوي. لينتج ملح وماء. لينتج ملح وماء. لينتج ملح وماء. قلوي. يديني وملح وماء? اه. ده اجمل تفاعل. واسهل تفاعل. واهم تفاعل بتبقى لازم ان تعرفه في المعامل لو انت شغال. ان لو انت عايز تعادل للحمض. حط له قلوي. لو انت عايز تعادل للقلوية حط لها حمض. ساعات كده في الاراضي الزراعية. اراضي الزراعية. يقول لك ده التربة دي تربة حمضية. يروح لابتاع الاسمدة يقول له التربة بتاعتي الاحماض فيها كتير. فيدي له مادة قلوية. على العكس يروح برضو للتربة كده اللي زرعوا اللي عندهم اراضي يقول لك ده تربة تربة قلوية. اوي. فيها زيادة. خلاص يديروا مادة. حمضية. ليه يعني? عشان يعمل تعادل. عشان يعمل. عشان يعمل. عشان يعمل. يلا اديني مساء المعليش يا مصر. قال له. المساء الاولان. اني اي او اتش. ده اسمه ايه شباب? ده اسمه. هيدروكسيد. هيدروكسيد. ده ملح ولا حمض ولا قلوي? قلوي ولا حمض? قلوي. ليه قلوي? عشان يعمل او ايش. الله عشان اخره. او ايش. كلام جميل جدا يبقى انا خدت القلوي. زائد. حمض. اتشي سي ال. ده اسمه حمض. حمض ايه جدعان. الهايدروكلوريك. الهايدرو. انا مش عارف هو مخفف ولا مركز. لسه انا مش عارف السهم على ايه. عرفنا منين ان ده حمض يا شباب. عشان اوله. يبقى لو اي مركب اوله اتش. يبقى حمض. اوله اتش. اخره او اتش. هو ده اللي عند. حمض مع قلوي او قلوي مع حمض. هينتج مين? تقول واستنى. انت بتتكلم على تفاعل ايه يا مستر? احلى المزدوك بتتكلم على تفاعل ايه? روح بقى. يا اني ايه? انت هتاخد مين من دون? على انا هاخد السي ال. بقى اني ايه? سي ال. اني ايه? ده ملح ولا حمض ولا قلوي ولا اوكسيد. اوله اتش. لا. يبقى. مش حمض. يبقى. مش حمض. اخره او اتش. لا. يبقى. اخره او. لا. يبقى. امار. ملح. امال ايه? تمام. زائد. قلت له استنى بقى. انا خلاص الشقي ده اخدي الشقي ده. اتبقى مين يا عم? اتبقى اللي جوة دول الشقين التانين دول. طب انا معي اتش و اتش و او. يديني مين? اتش اتش تو. او. عشان انا انا ايه اللي ينتج ملح و? ماء. ولا بخار ماء? ماء. ماء. انا مقولتش بخار ماء. زائد اتش تو او. ده بسمي تفاعل التعادل. بسمي تفاعل. سمي تفاعل. يبقى اني ايه? او اتش زائد. اتش اتش تو او. تمام ولا مش تمام? تمام. حد يقول لي المعادلة دي موزونة او مش موزونة? موزونة او مش موزونة. معلش ها مستر بوراحة كده افهمني اخر مرة بتوزن ازاي? بتقولوا الان ايه هنا كام? عرفت من ان هو واحد. لا اخر ارقام ولا بعده ارقام هو واحدة طب طلع كام لاخره ارقام ولا اوله ارقام صح يبقى هنا داخل واحد طلع طب تعالى لل او كام واحدة ايه هي قبلها حاجة بعدها حاجة طب طلع هنا كام واحد برضه قبلها حاجة هنا هي او ايه اما للاتنين دي امسر بتاعت مية ايه 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 انما ال او وحدة زرة واحدة بس يبقى ال او مزبوطة طب تعالى نشوفوا ال اتش قال لي دا في اتش هنا واحدة ايه واتش واحدة هي بقوا كام بقوا كام بقوا اتنين طلعوا كام يبقى تمام داخلين اتنين وطلعين طيب تعالى للسي ال كعندي كم زرة سي ال واحدة طلعت يبقى المعادلة موزونة ولا مش موزونة اخر مرة دا اسمه تفاعل التعادل تفاعل ما هو تفاعل التعادل هو تفاعل يتم بيت حمد وقلو ليانتج تمام تمام احنا في البداية كده عايز اقولك ان احنا في المعامل واحنا داخلين كده في الكلية مثلا اول تفاعل بيعرفوهن هو التفاعل ده مهم جدا ليه يعني مصر الاصل في المعمل بيبقى فيه احمد كتير جدا بس احمد مركزة جدا تركيزها تسعة وتسعين في المية مسلا تمانية وتسعين في المية تركيزها عالي اوي زي مسلا حمض الكابريتيك عارف مية النار مية النار تخيل مية النار دي جات على ايدك مسلا هتشوهها خالق او على وش هتشوهها طب خلها جات على الهدوم هتحرقها او مش هتحرقها بقى هتخرمها هتقطعها هتكل فيها انا بقى زمان كده وانا داخل فولة كلية كده داخل المعمل بقى وداخل كده بتعمل بطيبة بقى وبحسنينية وبتاعة رحت انا على حمض الكابريتيك المركز ده جاي اعمل انا التفاعل الجميع اي تفاعل في حمض الكابريتيك المركز روحت رايح جايب حمض الكابريتيك المركز وجايب الانبوها بتاعتي وبفضي كده طبعا احنا كنا اصلا نروحنا نتعامل مع الاحماض دي الاحماض دي يعني تركيزهاك منه عالي كنا بروح نعمل كده قدام الحمض يا انها رابيات هروح هتعمل مع الحتش وكنا المركزات دي اللي هي تركيزها عالي دي حطنا في جنب الواحدة يا كده عايز يقول لك ان دي الاماكن الخطر اخد بال خلاها على جنب كده فاحنا رايحين بقى يا انا رابيات هنتفاعل مع هنشتغل بالاحماض المركزة فقدر الله وما شاء فعل اشتغلت بيه وانا باشتغل بيه واعت نقطتين تلاتة كنت لابس بلتو بقى وبتاع على البلتو هتعملت ايه في البلتو خرمت البلتو مش مشكل كنت لابس تحته اميس خرمت الاميس والله حصل يا عم مش مشكلة الفانيلا اللي تحت يا عم مش مشكلة لو هتيجي على القماش عادي انما الجلد بقى الحمد لله يعني لقيته حمر حاجة بس قلت بس جدا تمام اوه فكانوا بيعرفونا التفاعلات دي ليه خلي بالك بقى عشان كان يقول لنا كده الدكتور وحنا في المعمل يقول لك ايه لو في حمض لو في حمض بغصبا عنك جي على ايدك جدعة ده الحمد على طول روح احط عليه هيدروكسوت سوديوم او كربونات صود اه حاجة مادة قلوية احطها عليه على طول بالذات الكربونات او البيكربونات ليه قال لي عشان خطر تعمل عملية ايه تعادل الحمض ده اول ما يشم المادة القلوية دي او كربونات او بيكربونات مسلا لو هي املاح يسيب الجلد كده ويأثر عليه تأثير بسيط بس يتفاعل مع المادة القلوية على طول يبقى انت كده حفظت نوعا ما على جلدك يبقى ده تفاعل مهم ولا مش تهم ده النوع الاول من انواع التفاعلات الاحلال المزدور اتنين بعد ما تصلى على النبي اتنين تفاعل حمض برضو بس مخفف مع ملح عادي جدا ممكن اقول تفاعل قلوي مع حمض او ملح مع حمض مخفف واحد زايد واحد هي هي واحد زايد او واحد زايد اتنين هي اتنين زايد بس انا الاسود بص بقى هي تفاعل مع الاحمر ممكن اقول الاحمر يتفاعل مع الاسود عادي جدا وكده كده الاتنين هيخشوا جوه الخلاط هم الاتنين هيتفاعلوا مع بعض هل هيقول لك بقى استنى عامل ما شوف مين اللي داخل الاول وتفاعل معاه لا هم الاتنين هيتفاعلوا مع بعض خلاص وصلت بس لما تيجي تكتب المعدة دي تكتب القلوي الاول وبعدها الحمض لازم امسر اه المعادلات لها طريقة الكتابة لازم انصحت الله ما انا كتبت لك المادة القلوية الاول وبعدها الحمض ده طريقة كتابة المعدلة الصحيحة لو انت هتفاعل مادة قلوي مع حمض الحمض اللي يبقى في النص عشان كده انت كل المعدلات اللي تقابلها فيها احماض بتلاقيها دايما في النص اتشي سي الل ده دايما في النص صلاة على النبي تمام نوع التاني دفاعوا الحمض مخفف مع ملح هكتب مين الاول يا شباب من الاول فانا لسه اقيل لك التاني بيبقى الحمض يبقى اكتب الملح الاول معاك مين الملح قال لي خد المعدلة دي الاول اول في العمل كده هنشتغلها ازاي قال لي هنجيب ده ها اسمه دورك مخروطي معلش اسمه ايه دورك ايه ده بقى مخروطي تاخده في قولة سنة وان شاء الله عندك درس كامل كده بيقول لك ادوات القياس في المعمل الانبوبة بقى والمدرج والدورك المخروطي والمستدير وحاجات كتير كده ده اسمه دورك مخروطي هحطي جواه اتش سي ال يبقى مين الحمض اللي هيبقى معاي مركز ولا مخفف مركز ولا مخفف ما تصحى يا جدعاء مركز ولا مخفف ما انا ايه لنا حمض ايه وده ما يتخافش منه ده محطوط عليه مية يعني مخفف شفت لما تروح تشتري الكلور يقول لك هات كلور خام كلور ايه خام الكلور الخام ده هو بيبقى مركز تركيزه عالي تروح تخسل به على طول لا يقول لك ايه لازم نخففه الاول وبعدين نشتغل بيه نخففه يعني هنعمل ايه عام محمد هنضيف على مية يبقى الحمض هنا مخفف صلينا على النبي ماشي يا عام هنجيب بلونة البلونة دي هنحط فيه مين ملح مش انا اخدت الحمض ابقى مين الملح هنحطه فيه مين الملح اللي معايا ده هو ان اي تو سي او سري هو الاول ده ملح ولا حمض ولا قلوي ولا اكسي ملح اول اتش يبقى يبقى اخر او اتش يبقى اخر او اها اخر او او مصر لا ده ده اخر او ايه سي او سري ده اخر او سي او سري يبقى لا اول او اتش ولا اخر او اتش ولا اخر او او يبقى ملح يبقى ملح يبقى حد يقولي محمد ده ملح يسمى ملح ايه ايحضر عفريت او محمد جمال محمد جمعة يبقى كربونات الصوديم يا عم انا مديك ورقة الورقة دي فيها اسمه يا شباب والورقة برضو فيها ان اسمه ايه يبقى كربونات الصوديم يبقى كربونات لو هنا كابريتات يبقى كابريتات لو هنا او اتش يبقى هيدروكسيد يا عم لو هنا عفريت يبقى عفريت هايزة حاجة دي الورقة فيها كل اللي انت عاوز بس اللي زاكر مش تمعك الورقة زاكر بقى يبقى كربونات الصوديم كربونات الصوديم ده ملح هجيبه وحطه في بلونة كربونات الصوديم ده شباب مادة بيضة كده عارف الجماعة بتوع الطعمية بيعملوا الطعمية بحاجة اسمها كربوناتو مادة بيضة كده عاملة زي النشا ده كربونات الصودي ماشا يا مصر مش موضوعنا هنحطه في البلونة وبعدين هجيب البلونة في وقت الانبوبة كده البلونة فيها كده صح هجيب ده ولبسه في الدورق من فوق كده بقى عامل كده اسمعي حبيب بقى عامل كده مثلا لبستها انا كده طبعا لما لبست البلونة في الدورق المخروط ده وشلتها كده ايه اللي هيحصل اللي الملح هينزل عالحمل الملح هينزل عالحمل هيتفاعل معلو مش هيتفاعل طبعا هيتفاعل بص بقى التفاعل بقى هنكتب ميني الاول يا شباب ها ان اي اي تو اسمه كربونات الصوديو كربونات الكربونات تكافوها تكافوها مش قولنا اللي بيبدأ بكاف طب والصوديوم عشان كده حطت هنا اتنين وهنا واحد ما بيتكتبش باشا مص تمام زائد زائد مين يا جدعان زائد مين اتشي سي ال ده اسمه حمض ايه مخفف ولا مركز ما انت ايل ده حمض ولا ملح ده عرفت منين اوله يلا يا باشا هيديني مين قلت له استنى ده مخفف او دي اي ال دي ليوشن قلت له استنى يا عم مش انت ايه اللي ان هو احلال مزدوج قلت له اه احلال مزدوج يبقى الان ايه هياخد بقى ان ايه سي ال ده اسمه هنخطاقه في ده اخر ده اسمه ملح واللحم اوله اتش اخره او اتش اخر يبقى ملح اسمه كلوريدو السوديوم او ملح ملح الطعام اللي عندنا في المطبخ ده بقى ايه بص بقى الكلام بقى بقى الاتش والسي او سري بص الحتة دي بقى معلش ركز في دي شوية بقى معايا اتش ومعايا سي او سري مستر اللي اتنين دول هيركبوا مع بعض ازاي هيأملولي مركب ايه مش احنا قولنا اللي اتنين دول هياخدوا بعض واللاتنين دول ياخدوا بعض طيب اللي اتنين دول عشان اكونهم مع بعض هيبقى رمز المركب ايه عم عمر وركز معايا تقولوا استنى السي او سري ده كده كده في النهاية صح مش دي مجموعة زرية سالبة وهي بتبقى في النهاية صح تكافوها كام دي تكافوها كام دي خلاص ما تحط هنا الاتنين بتاعتها طب واله هيدروجين تكافوها اه هيدروجين احادي احط هنا واحد ما بتكتبش بقى المركب عندي اسمه اتشي تو سي او سري اه زائد اتشي تو سي او سري تلوستان هتيجي دونزل المعادلة كده عمنا. الان ايه? موزول ولا مش موزول? داخل كام? ايه? طالع كام? اعمل ايه? حط اتنين ايه? ركز عشان المعدد يفيها شغل. حطت اتنين. مستر بس انا لما حطت اتنين. الكولور باز. الكولور هنا كام? هنا كام? هنا كام? مش الاتنين دي مضروها في المركب كله? طيب. يبقى الكولور اتنين. طب الناهمة هنا? ينفع. قال لي خلاص ما تحط له اتنين. احطت له اتنين هم? قال لي بس الاتشي بقى فيه مشكلة? تقول لا ما فيهوش مشكلة. هو الاتشي هنا كاما شباب. طالع كام? طالع نيوزن المعادلة تاني. الان ايه كام? كام? طب طالع هنا كام? ما هي الاتنين دي مضروبة في الان ايه ومضروبة? طيب. السي او سري كام? واحدة. طب والسي او سري? واحدة. كلها على بعضها يا? طيب. الاتش? الاتش? طب الاتش? طب الاتش? طب السي ال? واحدة. سي ال? اتنين. طب والسي ال? اتنين اهو. موزونة ولا مش موزونة? موزونة. قال لي المعادلة دي بقى فاتر الكاية صغيرة. قلت له ايه التركاية? قال لي شايف ده اهو قلت له اهو. ده حمض صح? عرفنا من انه هو حمضة عمض. اوله. طالع حمض. الحمض ده هو حمض بيقول لي ينحل. بسهولة خالص. ينحل قلت له اه. هو احنا عارفين اللي انحلال? اه. احنا كده كده عندنا للحلال. بس كان انحلال. حراري. انحلال. كان المركب بينحل بالحرارة للمركبات الاولية او العناصر الاولية او مركبات بسيطة او مركبات ده برضو هينحل. بس بدون حرارة. بس بدون ازاي مستر معلش. هقول لك حتة حلوة خالص. جبنا سيفناب. فتحنا الازازة. سيبناها هيقون. اشرب السيفناب. لها طعم. فاش اي حاجة. ايه اللي حصل? الصودة طارت. بالبلد كده كنا بنقوله الصودة ايه? طارت. ايه اللي خلى الصودة تطير? قلس للصودة دي من المركبات اللي بتنحل بسهولة. بتطير بسهولة. فعشان تحافظ عليها لازم تقفل عليها. لازم. حتى الريحة اللي احنا لازمة تبقى مقفولة. وإلا. الطير مفحولة يطير لان فيها كحل. والكحل ده برضو بيطير بسرعة. دهو. دهو. برضو من المركبات الديس محمد الكاربونيك. من الاحماض اللي بتنحل يا احمد امير بسهولة خالص. طبعا لما تنحل يعني هتتفكك صح? تتفكك لايه? قال لي هتتفكك للاتنين دول. بصوا بقى الكلام معاي. اتش تو او مية زائد سي او تو. اللي هو ساني اوكسيد الان كاربون. ساني اوكسيد الان طبعا واحمد بقول لي ايه? تتصعد. لتصعد غاز ساني اوكسيد كاربون. يبقى حمد الكاربونيك ينحل الى ماء. وساني اوكسيد كاربون. ماء. مين اللي بينحل بالحرارة للماء وساني اوكسيد كاربون? حمد الكاربونيك. حمد الايه? بص بقى معاي. هنا كم اتش? وهنا? كم او? وهنا? كم سي? يبقى ما فيش مشكلة. طب لما اجي اكتب المعادلة اكتبها بحمد الكاربونيك? ولا اكتبها بالمية وساني اوكسيد الكاربونيك? ليه? عشان كده كده انا اول ما اعمل اتفاعل اصلا مش هيبقى فيه حمد الكاربونيك ده اساسا. هيتحول. هيحصل له ايه? هيتحول ليه يا عم يوسف? هيبقى دراكولة مثلا. هيبقى مصص دماء. هيبقى مية وساني اوكسيد اللي ايه? يبقى هشيل حمد الكاربونيك ده خالص. اه? شلته خالص اه? وروح تكاتب اتش تو او زائد سي او تو يتصعد. سي او تو. يتصعد. اللي هو ساني اوكسيد الايه? كيف نعرف انه ساني اوكسيد الكاربونيك. نعم. يعكر ماء الجير. حلو. عشان تتأكد ان اللي طالع ده هو غاز. قال لي اول المفضي. الملح. هلاقي البلونة تنتفخ. اذا كان بيتكون غاز ولا ما بيتكونش غاز? وإلا ما كانتش. نعم. نفخت. لو الحمض ده مش بيتطاير ولا بيتحول لساني اوكسيد الكاربون. البلونة مش هتنتفخ ابدا. هيبقى الحمض تحته خلاص. هاتي البلونة دي بقى كده? وهي من فوخة. فيها غاز مين يا عماح? ساني اوكسيد ايه? مرروا على ماء الجير الرائق. المية دي ريئة خالص زي الماء اللي احنا اشربها كده واحسن كمان. يعني مالهاش لون خالص. تتعكر. يبقى فيها بياض. كده عامل زي اكنك حطيت طبشير في المية. بسميه يعكر ماء الجير الرائق. يعكر ماء الجير. ده اسمه تفاعل حمض مخفف مع ملح. او تفاعل ملح. مع الحمض. يلا اقولي المعادلة بتقول. زائد. مخفف. هيدي. زائد اتش تو او زائد. زائد ايه? ده اسمه كربونات. كربونات. حمض الهايدروكلوريد. حمض. هيديني كولوريد. 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 والذي. الذي. رقم تلاتة. تلاتة. تفاعل. محلول ملح. معي. محلول ملح. اخر. مستر بعد اذنك انا عارف الملح. بس ايه بقى محلول ملح دي? انت هنا كنت بتقول لي ملح. كنت ده ما محافظه ان هو ملح. هو فيه حاجة اسمها محلول ملح. حد يعرف يعني ايه محلول ملح? ايوة. ملح بس محطوط عليه او دايب فيه دايب في المية. ملح او دايب فيه في المية. يعني ملح الطعام لو حطط عليه مية يبقى محلول ملح طعام. يبقى محلول ملح. عارفينه السكر? اه. وهو صالب كده عم محمد اسمه سكر. طب لو دوبته في مية. بس محلول سكر او محلول سكري او محلول. عرفنا المحلول الملح? يعني محلول بس دايب في المية. يعني ساق. اشتغل مين يا عم ابراهيم? اشتغل على محلول اسمه او رمزه. ان اي سي ال. ان اي سي ال. ايه ده مستقل? اه ده لا لا لا. ده ايه الفرق بنده وبنده وبنده? اللي زي بعض. ده كولوريت صوديوم. وده كولوريت صوديوم. وده كولوريت صوديوم. بس ده املاح. يعني صلبة. انما ده في الحالة. الزائبة. في الحالة. يعني ده. يعني انا جبت ده ودوبته في المي. بقى ده. فما اقولش على ده ملح الطعام. لا. اقول محلول ملح الطعام. محلول. محلول. او محلول كولوريت الصوديوم. محلول ايه اعمل حمل? ركز عشان الدنيا لسه طويلة. زائد. عايزين محلول ملح اخر. اللي خدي عامل. ايه جي ان او سري. جدع. اسمه ايه شباب? مش ده نطرات? اعمل. وده فضة? اعمل. يبقى نطرات الفضة. ايبقى اه? 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 مش ده كلور? اه? وده صوديوم? اه? اه? ده محلول ملح. وده محلول? ملح. اعمل له احلال مزدوجة يا مستر. عام? عشي. اهو. ايه اللي يحصل? ايه? قال للان ايه? هتاخد مين يا شباب? طب ما اتملوني بقى اجدعاء. ان ايه? ان ايه? ان او سري. اه? ان او سري. يبقى الان ايه خدت الان? او سري. بقى مين? اعمل سي ال اي جي. اي جي. سي ال ده او? ده او راسب. ده ايه? ده او ايه? ابيض. راسب ابيض. راسب ايه? ابيض. حل. امه ده مين? ده مين ده? ده مين ده? لونه. احمر. اقولك كلمة زعلش. هقول لي ويه طي. بقول لي احمر. نعم عسل? لو النبي. ماشي. انا خليه خليك كمبيوتر. ماشي. ده انا خليه خليك بروسيسور. ده كمبيوتر. لون يا عم ازياد ده? ابيض. ده لونه ايه? ابيض. ده انا طرأت السوديوم كان لونه ابيض. وكان بينحل بالحرارة الى ايه? نيتريت السوديوم. لونه. وكان يتصاعد غاز. الاكسوجين. شوف الناس المذاكرة. قل لك كمبيوتر. ده انا اخليك كمبيوتر بس اخليك لاب. ده لونه ابيض طبع. وده راسب. بيترسب كده تحت. يلا اقول للمعادلة. المعادلة بتقول تفاعل محلول ملح مع محلول ملح. اه. يلا قل لي ان اي سي ال. زائد. زائد. ويترسب كولوريد الفضة. ويترسب. طب قل لي الاسماء معلش ده اسمه. اسمه. وده اسمه. اسمه. هيدي. وهيدي. كلوريد. راسب. صلينا على النبي. ده التلات انواع بتوع او التلات امثلة بتوع الاحلال المزدوج. ماشي يا محمد? ماشي. شيل الاحلال المزدوج بقى يا الله كده. ونخش على ما هو اهم من كل اللي احنا قلناه. مش بيتفاهم بسهولة مع بعض الناس. انا عايز اقول لك ان الحد دلوقتي فيه ناس في طلب التالت سنة وبتعاني منه. تفاعل الاكسادة والاختزاء. عايز اقول لك ان التفاعلات اللي احنا اخدناها كلها دي مشاكل الناس بتبقى في اللي جاي ده. ليه عشان ما فهموش كويس. فركز معايا كده فيه. النوع الاخير من التفاعلات الكيميائية اللي عندك في تالت اعداد سمناها تفاعل الاكسادة والاختزاء. الاكسادة والايه? ما تفكرني بالتفاعلات كان اول تفاعل يسمى انحلال. احلال. بسيط واحلال. والاخير اسمه اسمع مني بقى الاكسادة والاختزاء. تفاعل الاكسادة والاختزاء. اهو. الاكسادة والاختزاء نوعان. النوع الاول من تفاعل الاكسادة والاختزاء يقول لك الاكسادة والاختزاء بص الكلام بقى. حسب المفهوم التقليدي. يعني الاديم يعني. النوع التاني من الاكسادة والاختزاء لشازلي. حسب المفهوم الاكتروني. او الحديث. يبقى انا عندي كم نوع من الاكسادة والاختزاء شباب. اتنين. كم نوع? اتنين. حسب المفهوم? او حسب المفهوم? اتنين. ليه مستر اخترعوا اتنين يعني. كان واحد كفاية. احنا احنا يعني نقصين يعني اكسادة والاختزاء. صلى على النبي. اول مجوم العلماء يفسروا لنا الاكسادة والاختزاء. فصرها لنا على التفاعلات اللي فيها هيدروجين واكسوجين. عشان فهمك صح? تفاعلات المفهوم او حسب المفهوم الالكتروني او التقليد او القديم اول كده. الاكسوجين والهايدروجين. افهم بقى الكلام ده مش موجود في الكتاب. فبدأوا يقولوا التفاعلات الاكسادة والاختزاء على التفاعلات اللي فيها اكسوجين وهيدروجين. بعد ما خلصنا وفهمنا التفاعلات دي كلها والاكسادة والاختزاء واللي بيحصل. لأوا ان فيه تفاعلات كتيرة جدا. ما فهاش لا اكسوجين ولا هيدروجين. طب ما تفسروا الناججاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاج بعيداً على أكسجين والآة والهيدروجين عملوا update يعني حدثوا من نفسهم وقالوا لها تعالوا نقولوا إن فيه أجسادة واختزال تاني بس مش حسب المفهوم التقليدي أو القديم يعني أكسجين وهيدروجين لا ولكن سموه حسب المفهوم الإلكتروني الآة أو الحديث نفهم ده الأول ركز بقى في المعادة دي كويس قال لي عشان تفهم هتجيب أنبوبة هتجيب يا شباب الأنبوبة دي مفتوحة الطرفين الطرف ده مفتوح والطرف ده مفتوح ودي طبعاً إيه مزدودة كده وده مفتوح كده وده طبعاً سدين من هنا كده وده مفتوح كده صليناً على النبي وفي من جوه كده حاجة زي الإناء ده اللي بيحطوا فيها المادة اللي هنشتغل عليها يعني أنت لو هتشتغل على السوديوم هتحطي للسوديوم هنا لو هتشتغل على الماغنيسيوم هتحطي للماغنيسيوم هنا وهكذا هنشتغل على مين يا عم محمد اللي هشتغل على مادة لونها سوداء ألا وهي مين اللي مادة لونها سوداء في ناس مركزة جامد وفي ناس في الطرابة أسحب عايق مين اللي لونها سوداء عم سايد مكسيد الآن مكسيد الآن محاز رمزه رمزه سي يو او رمزه سي يو او تمام ماشي يبقى أنا عندي سي يو او هنجيب لهب بنزن اه بيعمل ايه لهب بنزن ده بنسخن في المادة بتاعي صلى على النبي بيبقى وهي هندخل من هنا كده عنصر رمزه اتش تو عنصر رمزه ايه اتش تو حلو داخل الهايدروجين وده بيتسخن وبدأت اتنيني كده على التفاعلة بص عليه كده لقيت المادة السوداء دي قلب لونها بقت حمراء ايه اللي حصل بدل ما كانت اسود اللي هي رمزها سي يو او بقى لونها احمر مين الاحمر النحاس النحاس معنى ذلك ان السي يو او مين اللي خرج منه واببقى مين ابقى السي يو خرج منه مين الاكسوجين صح ولا بص بقى للمعادلة بقى بعد ما تصلى عن نبي كده المعادلة بطولة ايه اتش تو الهايدروجين داخل هنا كده موصل بسطوانة فقى الهايدروجين زي الاسطوانات اللي فقى الاكسوجين تمام زائد هتخش انت تتفعل مع مين يا هيدروجين سي يو او اللي هتفعل مع سي يو او ما تسمعون يا شباب الهايدروجين هتفعل مع مين سي يو او اكسيد النحاس الايه الاسود اكسيد النحاس الايه الاسود طيب في حرارة ولا مشكلة في حرارة ولا مفيش ما في تسخينة او حلو بص بقى الكلام بقى لقيت ايه قال لي السي يو او ده مصر انت قلتلي انك اللونه اسو بقى لونه معنى ذلك ان السي يو او بقى سي يو او اه ادي سي يو او احمر او او نحاس جسه موجود هنا على الانهاج اللي جوه ده طب ابقى مين يا شباب ابقى ايشي تو هتاخد الاكسوجي هتاخد بقت ايشي تو او ده بخار ماء ولا ماء قال لي لا ده بخار ماء عرفتي من هنا مصر ان هو بخار ماء قال لي اصلا انا لقيت الفتحة دي بتطلع بخار الفتحة دي بتطلع ايه شايف كده واختك او والدتك بتسلق اللحمة او الفراخ اللي ما بيتش موجودة لغيلة دي وهي طلع تفتح كده الغطى اللي ما بناش تشوفه ده خالب نلاوه ايه نلاوه بخار نلاوه ايه نلاوه البخار البخار ده بقى طالع من الله طالع من الله الخير يعمل الحمد لله طالع من هنا كده البخار ما هو لو ماء عم حمد كان هيبقى هنا مش هيطلع بر كل ان هو يطلع لبرا عم مصطفى يبقى ماء او بخار يبقى بخار معا اذا الهايدروجين تحول واكسيد النحاس تحول بص بقى الكلام ده الهايدروجين مستر بقى بخار ماء واكسيد النحاس بقى نحاس قلت له كلام جميل ماشى قال لي شايف العملية دي قلت له اه قال لي العملية دي عملية اكسدة والعملية اللي تحت دي سمتها عملية ما تقول لي اختزال قلت ليه عملية اكسدة وعكسة عملية اختزال لان عملية الاكسدة والاختزال عمليتان متلازمتان عمليتان حصل اكسادة يبقى التاني وصلت مستر انا عرفت اللي حصل بس مش فاهم برضو يعني ايه كلمة اكسادة ويعني ايه كلمة اختزال واعرف من ايه من المعادلة ان دي فيها اكسادة وان دي فيها اختزال هقولك بعد ما تصلى على النبي عمحمد نقسم الصبورة كده جزئين ونقوله هنا عملية الاكسادة عملية وهنا هنقوله عملية الاختزال ما تسمعني عملية الاكسادة وعملية اسمع بقى كده للتعريف الجميل ده وانت هتفهم وانا بكتب عملية يتم فيها زيادة نسبة الاكسجين او نقص نسبة الهيدروجين يا عملية يتم فيها زيادة نسبة او نقص نسبة التانية عكسة هي عملية يتم فيها نقص نسبة الايه الاكسجين او زيادة نسبة الايه الهيدروجين الكلام حلو اه بس مش فهمين صلى على النبي بقى انت بتقول لي ان دي عملية اكسادة مصر يعني عملية يتم فيها زيادة نسبة الاكسجين او نقص في نسبة الهيدروجين قبل ما اقولك الكلام ده عايز اسألك سؤال احنا المجموعة بتاعتنا دي كلها نسبة البنات فيها كام طب نسبة الاولاد نسبة الاولاد هو في غيرهم يبقى النسبة مية في المية صح ولا ايه طب لو انا روحت جايب بنتين تلاتة اربعة من المجموعة التانية وقولنا هيحضروا مع السوبيانك وقولت لك نسبة السوبيانك او الاولاد كام هتقول لي مية في المية اقل من مية في قلت ولا ما قلتش بص بقى صلى على النبي بقى هنا فيها هيدروجين صح نسبة الهيدروجين كام نسبة الهيدروجين هو فيه حاجة غيره يبقى مية في المية طب اذا كانت نسبة الهيدروجين مية في المية روح هناك نسبة الهيدروجين هنا قلت ولا زادت عشان جالها من طيب تعال نرجع تاني هنا قلت لي ان نسبة الهيدروجين مية في المية طب نسبة الاكسوجين ما فيش قصة نسبة قيمتها صف طب لما رحت هناك نسبة الاكسوجين زادت ولا ما بقتش لسه موجودة برضو زادت اذا عملية الاكسادة هي زيادة في نسبة ونقص في نسبة هنا نسبة الهيدروجين كان هو الوحيد اللي موجود هنا بقى معاك اكسوجين يعني نسبته قلت شوية ما هو الاكسوجين ده بيجي على حسابه هو وصلت طيب تعال هنا فيه اكسوجين ولا ما فيش نسبته عالية صح تعال اطلع هناك بقى نسبة الاكسوجين كان ما بقاش موجود يبقى نسبته الصفر صح يبقى نسبة الاكسوجين زادت ولا قلت في عملية عملية في عملية تانية بقى نسبة الهيدروجين هتزيد لو فيها هيدروجين يبقى اذا عملية الاكسادة هي عملية الله ده صوت ده ترتيب عملية الاكسادة هي عملية أو نقص في نسبة الاختزال هي عملية هي عملية يتم فيها نقص نسبة الاكسوجين وزيادة او زيادة مش وزيادة. يعني هنا في اكسوجين في تفاعل تاني يبقى تشتغل على الهيدروجين. صلينا على النبي? بصوا بقى الكلام. قال لي مش انت قلت لي ان دي عملية اكسادة مصر? قلت له اه. قال لي شايف الهيدروجين ده اه? قلت له ما له. ده هيبقى عامل مختزل. يؤسف ان انا اقول ان في ناس بتقولها مختزل. لا هي مختزل. اسم فاعل. هو اللي اختزل. هو اللي هو اللي خلى دهو يبقى يحصل له اختزال. ده السبب. طيب مش دي عملية اختزال? يبقى ده عامل. عامل ايه? مؤكد. اكسد. عمل ايه? مؤكد. عمل ايه? مؤكد. بالبلد كده. اللي بيحصل لها اكسادة يبقى ده عامل. مختزل. عكس بعض. اهو. اللي بيحصل لها اكسادة يبقى عامل. مختزل. طيب اللي بيحصل لها اختزال يبقى عامل. يبقى عامل. ده مؤكد لان ده اللي خلى هنا في اكسادة. من اللي اكسد الهيدروجين. سي يو او. سي يو او. يبقى انا عندي كم مفهوم? اربعة. عملية. عملية. وعملية. والعامل. والعامل. عامل مختزل يبقى في الاكسادة. عامل مؤكسد يبقى. يبقى فيني عم ماشي عم ماشي. يا سين نايم على نفسه خاط. يبقى هنا هنعرف العامل ايه يا شباب? العامل الايه? العامل الايه? المختزل. طب وهنا هنعرف مين يا شباب? العامل المؤكسد. لا هما اتنين عكس بقى عشان تعرفوا. طالما انا عرفت عملية الاكسادة يبقى في عامل مؤكس. عملية الاختزال يبقى في عامل مؤكس. عرفت عملية الاكسادة يبقى في عامل مختزل. واحدة واحدة كده بقى هنفهم اه. بالبلد خالص كده. الهايدروجين ده طلع بقى معه اكسوجين. فانا رحت وقولت له يا هيدروجين انت جبت الاكسوجين من لما رحت خدته من اكسيد النحاس. رحت خدته من اكسيد النحاس. خدته من اكسيد النحاس. يبقى عملية اهو عامل مختزل اهو بص بالتعريفه. هو العامل او المادة التي تنتزع. انا عايز اكسوجين. روح اتخاذ الاكسوجين. انتزعه. يعني خده. يبقى يا المادة التي تنتزع. تنتزع مين? الاكسوجين. من مادة اخرى. اثناء التفاعل الكيميائي. هي المادة التي تنتزع. مش الهايدروجين ده عامل مختزل? هيروح ايه? ينتزع الاكسوجين من مادة اخرى. من ايه? طيب العامل المؤكسد. هو هو راح ياخد الاكسوجين. قال له. ده اكسوجين نحاس قال له. انت هتخنع معي ليه? تفضل حبيب قالت. مش انت عايز اكسوجين? اه. يا عام اخد اهو. انا مش عايزه اصلا. يبقى العامل المؤكسد ده هي المادة التي تمنح الاكسوجين لمادة اخرى. يبقى فيه مادة بتنتزع وفيه مادة بتمنح. في مادة بتنتزع. وفي مادة ايه? بتمنح. هتعرفوا لي بقى العامل المؤكسد ولا انها مم. يلا هي المادة التي تمنح. التي ايه? تمنح مين? الاكسوجين. لمادة اخرى. اثناء التفاعل الكيميائي. اثناء تفاعل. يبقى انا عندي فيه مادة بتنتزع وفي مادة. للمادة اللي بتنتزع سمتها عامل. عامل. المادة اللي بتمنح يبقى عامل. اربع تعريفات على السريع. العملية الاكسادة هي عملية. او نقص نسبة الهايدروجين. او نقص. نسبة الهايدروجين. عملات الاختزال هي عملية. نقص. نسبة الهايدروجين. او. العامل المختزل هي المادة التي. تنبسع الاكسوجين. من مادة اخرى اثناء التفاعل الكيميائي. بينما العامل المؤكسدي يا المادة. صعب الكلام? انا. كله هنا شغال على اكسوجين وهيدروجين. اكسوجين و ايه? ماشي عم سايد? ماشي ماشي. معانا يا عم معالو ولا ايه? معالي. اخوك جاب لك العشا? علي. تعالي. صلى على النبي بقى. ماشي عرفنا دي يا مستر خلاص. بص يا مستر فيه اكسوجين. لو زاد. انا ما معيش اكسوجين. جاء لي اكسوجين. تبقى عملية اكسر. وانا عامل مختزل. وصلت. حسب المفهوم الالكتروني هنا بنتكلم على اكسوجين وهيدروجين. هنا هتكلم على بص الكلام بقى. فقد او اكتساب الكتروني هنا هتكلم على فقد اكتساب ايه? اهات التليفون ده. هنا هتكلم على فقد اكتساب ايه? الكتروني. يبقى المفهوم التقليدي بيتكلم على اكسوجين. ويدروج. انما هنا بيتكلم على. فقد اكتساب ايه? فقد اكتساب ايه? طيب صلى على النبي. اديني مثال. قلت لك المسال. ايه? يا سوديو. زائد. سي ال تو. ليه سي اللي توقع مستق? عشان ده في الطبيعة سنائي الزر. زي? الهايدروجين. والاكسوجين والنيتروجين والفلور والبروم واليود وكلور. هما سبعة. سبعة دول لازم يبقى سنائية الزر في الطبيعة. هيدروجين اتش. تو. اكسوجين. او تو. نيتروجين. بروم بي ار تو. يود. او. كلور. سي ال تو. فلور. دولة وجمع بعض كده لوحدهم. زي ده كده لوحده. يبقى سي ال تو على طو. سنائي الزر. ماشي. ايه اللي هيتم في المعادلة دي بقى? همع عبر احمد. بص معي يا حبيب. قال للن يا او. الان ايه ده عد زار كاما شباب? حداشر. عد زار كاما. تيجي نوزع. اتنين. تمانية. واحد. اتنين تمانية. واحد. طيب وزع للكلور. زرة الكلور واحدة اعداد زار كاما شباب. ما توزع. اتنين. تمانية سبعة. اتنين تمانية. ده اخره كام الصوديوم? واحد. واخره كام الكلور? سبعة. حلو. ده عايز يستقر. فهيفقد ولا هيكتسك? سبعة. هيفقد واحد. الواحد اللي هيفقده ده يروح فيه? الكلور. بقى الصوديوم بعد لما فقد بقى. ان ايه موجب صحة لا. ففقد الواحد بقى اتنين? بقى اتنين كام? وده بقى سي اللي سالب. اكتسب واحد ولا ما اكتساب? بقى اتنين. تمانية كام يا جدعان? وبقى شالب. بص بقى صلى على النبي. العناصر لما ده زياد يبقى عليه شو احنا موجبة. وده عليه شو احنا سالبة? وحصل فقد واكتساب مع بعض. الاتنين دول يحصل بينهم تجازب. تجازب بسميه تجازب كهربي. بسميه تجازب ايه? واصلا عليها شحنات صح? كنا بنسمي الشحنات دي شحنات ايه? كهربية. شحنات ايه? كهربية. فبيحصل بينهم تجازب كهربي كنا بنسميه مركب ايوني كنا بنسميه مركب ايه؟ كنا بنسميه مركب ايه؟ذي زي الحجر يعني بتاع السخان كده بقى عليه قط بموجة بقد. عشان الالكترونات تلف كده عليه. السالب للموجة. ما السالب للموجة? هناخدها في الفيزيه ان شاء الله. يبقى اذا اللي اتنين دول هيحصل بينهم تجازب هيحصل بينهم فهيكون لمركب مش هنديتك واحد وانت اكتسابت منه واحد خلاص نعمل مركب احنا اتنين مع بعض بقى المركب محمد رمزه ما تقولولي يا جدعان N A اللي هو الموجب و C L اللي هو السالب هو ده مركب كولوريد اللي هو مكون من ايوم موجب بس المعدلة مش موزونة طلع الكولوري هنا كام وهنا كام احط له بس السوديون باز هنا اه الكولوري اتنين اهو بس السوديون بقى كام وهنا كام احط له كام بقى المعدلة تسمى T N A بيدي T N A C L T N A السانة احطط لك هنا موجب وسالب عشان ابيين لك يعني ايه اللي حصل فين الاكسادة والاختزال هنا يا مستر قلت له صلى على النبي شايف السوديوم قلت له اه شايف ما له قال لي بص يا مستر هو هنا في المعدلة دي كان زره كان ايا شباب مع عمر ولا ايا هنا زره ايه اللي حصل لها لما راحت النحة التانية بقت ايون فقدت ولا اكتسبت فقدت ولا اكتسب عملية الفقد دي تبقى اكسادة عملية الفقد تبقى عملية ايه اكساد طب يا C L انت طلعت هناك بقت ايون سالب صح ولا يا شباب طب اكتسب ولا فقد اكسادة طب هي دي اكسادة يبقى ده ايه اختزال يبقى دي ايه اختزال يبقى عملية الاكسادة هي عملية يتم فيها فقد الكترون او اكسر اثناء التفاعل بينما عملية الاختزال هي عملية يتم فيها الكترون او اكسر اثناء التفاعل الكيميائي صعبة دي حلو مستر مش دي اكسادة تبقى دي يا شباب عامل مختلف عامل ساهمنا يا عملية عكسية اوه دي اكسادة يبقى ده عامل مختزل طب دي اختزال يبقى ده عامل عامل مؤكسد عامل يا شباب تيجي نعرف التعريفين مش هيبقوا اتنين بقى ده يبقوا كام عملية اكسادة وعملية اختزال عامل مختزل وعمل يلا عملية الاكسادة الاكسادة اهو وهنا برضو عملية الاختزال امت اللي هتقول بقى يلا يا باشا عملية الاكسادة هي عملية سمعني كده هي عملية اه فقد الكترون او اكسر اسناء التفاعل الاكسادة اه هي عملية يتم فيها فقد الاكسادة الاكسادة هنا الاكسادة بس لو مغنيسيو هيبقى اتنين لو المونيوم هيبقى ثلاثة هيبقى الاكسادة ايلكترون او اكسر اثناء التفاعل الايه الكيميائي ما اتعرفوا لجل عن الاختزال عملية كلام جميلة عملية يتم فيها اكتساب الاكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيم يائي عملية الاكسادة عم الزيادة اللي بتفرق عملية الاكسادة هيبقى فيها عامل ايه يا سيرسي اه عامل مختزل اه العامل اه الناس بتتفاجئ لما اسألها يا عم بتتفاجئ يا عم انا كنت نائي من تخلت مرة راحة كده قلت اسمي ما تصحوا كده شباب العامل المختزل بص بقى اسهل ما فيش اسهل من كده اه العامل المؤكسي انا كاتب كده صح ولا غلط عملية الاكتزال فيها عامل وعملية الاكسادة فيها عامل مختزل العامل المختزل بص الكلام بقى المادة التي تفقد تمنح ايه عادي جد ده تمنح الكترون ده تكتسب عادي جد ايه المشكلة بس هي كده كده اهو الاتنين صحة طبعا ده هو الصوديوم صح هو فقد الكترون ما هي المادة التي تفقد طب عملية الاكساد هي العملية التي يتم فيها فقط يلا اقول لي هي المادة التي تفقد هي المادة التي تفقد طب العامل المؤكسد هي المادة التي هي المادة التي تكتسب الالكترون او اكسر موضوع ده مفهوم تراح تذكروا? اه. كده انا هنا الدرس. هالصجيه ان شاء الله. اشرح لك حتة صغيرة كده بتاعت الوسادة الهوائية. وهديك شوية معادلات نفهم بها برضو اكتر الاكسادة والاختزال. ومع الف سلام. يا ابن مش انا ايه لك قولي. لا مفيش وجه. تذكروا اسأل في الحصة الجاية على كل المعادلات.